بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرافي المرسلين أحبتي في الله مرحبا بكم جميعا معكم دائما أخاكم وعد مجموعة تربية الحسون والكناري بشكل احترافي إذا كانت هذه أول زيارة لكم على قناتي في اليوتيوب أتمنى منكم الاشتراك فيها هكذا حتى يصلكم الجديد والمفيد إن شاء الله طبعا إخواني بما أننا خلاص دخلنا في موسم التزاوج بالنسبة للناس التي تعاني من عدم تلقيح البيض يعني هنا الأنثى تضع لك البيض ولكن البيض تلقاه خاوي هناك عدة طرق إخواني هناك مقويات ومحفزات جنسية للذكر منها ما سأوضح لكم في الفيديو إن شاء الله طبعا إخواني أنا من بين عفوا المقويات الجنسية الطبيعية التي أستعملها هي التالي كلكم تعرفونه وهو البروبوليس البروبوليس عن حل يعني ممكن نرخيص ما شي غالي تشتو هكا قابسة أو لا ما شعف خمسين ألف ولا ستمية دينا المهم راهو مقوي جنسي طبيعي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا عن نفسي نستعملو نستعملو في الأسبوع باش نعاون باش نعاون الطائر التاعي باش نشاء الله نضمن يعني تخصيب البيض راح ويكم إن شاء الله إخواني يعني قرابة أنا نستعمل مع الباطي يستعمل مع الباطي لي هذا من الأفضل طول الفوطي ليكم الباطي تاكلوه لأنه مهم جدا جدا في قرابة يعني ميتين جرام حتى الميتين نستعمل نستعمل واحد جرام الله كبر ما لشيء نستعمل واحد جرام من البرو بوليس باكم ذكراني نصور ما نشوف مليح سامحوني من البرو بوليس وأيضا نزيد ممس سبيرولينا البروتين لأن البروتين كما تعلمون إخواني يدخل في يعني عملية بناء الخلايا في جسم الطائر التاعي وأيضا يدخل في عمل يعني بعض الهرمونات في الجسم أيضا لهذا هو جد مفيد إن شاء الله للتجهيز هكذا إخواني نخلطوا جيدا ونقدموا هالطائر التاعنا يعني مرتين في الأسبوع راهي كافية إن شاء الله وراح تحفز طائر التاعنا جنسيا مليح مليح راح تشوف يعني اللاضيفة يرنس بإذن الله لأن الطائر كي يلقى القوة تاعو ولقى يعني الطاقة اللازمة راح تلقى أول حاجة يعني ينشط ثاني حاجة تغريد تاعو يزيد وثالث حاجة إن شاء الله لما تتقرأ الأنطاء راح تكون هناك نتائج مرضية إن شاء الله ربي وفقكم خطي للأعزاز والسلام عليكم وطلوب بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة